اشتركوا في القناة ليس هناك شيء يطاف به في الشريعة الإسلامية إلا الكعبة المشرفة وهذا من المحرمات التي يجب إنكارها ولكن أنا أنبه نحن دعاة ولسنا قضاء علينا أن نعلم الناس أحكام الزيارة الشرعية لا نكفرهم وإنما نعلمهم لا نكفرهم وإنما نعلمهم نعم إذن لا يجوز لهذه العروسة أن تذهب للولي وتطف بالولي ولا تذهب إلى بيتها كما قالت إلا إذا طافت بالولي هذا من البدع المنكرة التي يجب على العلماء أن ينكروها تطف بالقبر لكي تذهب إلى بيت زوجيا كل هذا من البدع المنكرة التي تحرمها الشريعة والتي أجمع العلماء على تحرمها جميل فعلينا أن نعلم الناس آداب الزيارة الشرعية جميل 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 شكرا